العلاج الجديد في الملحجة عندنا الانتبروتوزول والبروتوزول الرئيسيه عندنا هي المالاريا المالاريا هي مصط برازيتيك ديزيز اوف هيومن هي واحده من اشهر البرازيتي اللي هو تصيب البشر وهي اربع انواع اوف بلازموديام اربع انواع بلازموديام بيسببوا المالاريا هما البلازموديام فيلاسيبرام وبلازموديام فيفاكس وبلازموديام مالاريا وبلازموديام اوفالي دولي الاربع انواع اللي بيعملوا المالاريا عند البشر في نوع خامس فيفسي سبيشيز بيسموه بلازموديام نويلسي او كنويلسي ممكن تعتبر الكيسايلان ساعات يعني وده النوع الخامس ده اللي هو البلازموديام نويلسي ده is primarily apasogen of a monkey يعني عادة ان الده بيسبب مرض المالاريا عند القروض باطرس انتلي ولكن حديثا recognized تم اعتباره او تعرف عليه كعيلة او كنوع بيسبب السفير تزيز انهيوما بيسبب امراض المالاريا بطريقة جديدة انهيوما في البشر في اسيا يعني هما كانوا بيعتبروا النوع الخامس ده خاص بالورود بس بس ثم انهيق وبعد كده انهيو بيصيب البشر ويعمل عندهم امراض خطيرة خصوصا في اسيا مشاكل الده مشاكل الادوية اللي بتعالج المالاريا هي حدوث drug resistance عشان كده بيقولك drug resistance is therapeutic problem هي مشكلة كبيرة بتقابلنا وخصوصا الادوية اللي بتستخدم لعلاج بلازموديام بلاسيبرام بيحصل لها بيحصل لها resistance بسرعة وهنعرف السبب واحنا بنتكلم على الادوية اللايف سايكل بتاعت المالاريا بيقولك ان الموسكيتو ان الزبابة الحاملة للمالاريا بتكون بتحمل المالاريا بشكل اسمه السبروزويت وتبدأ include يعني تحقن او تضخ البلازموديام السبروزويت لسبوروزويت اللي هو المالاريا يعني في البشر وتسبب وتبدأ يبدأ يظهر على البشر لهيومان انفكشن تمام؟ السبروزويت اللي اتحقنت في دم البشر دي بواسطة الزبابة بتبدأ تعمل circulating rapidly بتدور مع الدم بسرعة عشان infidelifersil عشان توصل لخلايا الكبد ولما بتوصل لخلايا الكبد بتتحول في خلايا الكبد لحاجة اسمها shizonut to form tissue shizonut عشان تكون النوع او طور من اطور المالاريا اسمه shizonut وبيسموه tissue tissue shizonut عشان هو في tissue اللي هو اللفر في نسيج الكبد بيسموه tissue shizonut ويبدأ tissue shizonut يحصل له mature illifer المرحلة دي بيسموها exo resrocytic stage يعني مرحلة خارج الدم لان الكبد مش تبع الدم فبيسموها exo يعني خارج resrocytic يعني الدم stage يعني مرحلة تمام؟ خلاص احنا وصلنا لحد فين؟ لحد ان فيه حاجة اسمها shizonut اللي هو طور من اطور المالاريا بينمو في الكبد او بينضك في الكبد تمام؟ بعد ما ينضك في الكبد يبدأ الكبد يعمله release يخرجه ولما بيخرج من الكبد يطلق على اسم الميروزويت الميروزويت اللي خرج من الكبد اللي هو طور المالاريا اللي خرج من الكبد ده بيبدأ انفئة اي يبدأ يهاجم خلايا الدم الحمرة عشان كده الهاجم خلايا الدم الحمرة خد بالك هاجم خلية الدم الحمرة ويكسرها ويفجرها ويعمل عند الشخص انيميا حادة وهيموليسيز والكلام ده كله ودي الحاجة الخطيرة اللي بتخلي المالاريا تموت تمام؟ خد بالك ان الطور المالاريا طور ما هي موجودة في الكبد مش هتعمل اي حاجة ملهاش اي ضرر هي مشكلتها كلها لما بتخذك من الكبد وتروح الدم عشان كده اكتب لك من قصيين only اللي هو اللي هو طور الدم هو اللي بسبب clinical illness هو اللي بسبب المشكلة او اللي بسبب المرض طيب هل كده خلاص تاخد بالك يا كده رحت الدم وبدأ تتكسر وتبدأ تتكسر في الدم وتكسر وتكسر الدم هل بتقف يعني في خليط دم حمر واحدة او اللي بسبب المشكلة الدورة بتتكرر كثير والعديد من كرات الدم الحمراء تتضر ويبدأ المرض يوصل لحالة سيرياس حالة خطيرة تمام فيه كرات الدم الحمراء بيبدأ ينشأ طور من المالاريا اسمه نظر ان يكون دم الحمراءة الاستيجية وهو الطور الجامكان او الطور الجنسي بيبدأ ينمو التي يشترك الدم الحمراء المالاريا اسمه أن تمام المالاريا السمكة مالاريا grant زيughters ينمو وتحول إلى طور الجنسي فلما تنمو داخل بعض خلاية دم الحمراء على هذه الطور الجنسي هذا الجيماتوسايت يبدأ الشخص المصاب تلدغ تلدغ زبابة أخرى سليمة فالزبابة السليمة تأخذ الجيماتوسايت تبدأ تأخذ الجيماتوسايت جواها هذا مين الذي يدعى؟ الشخص المصاب هو الزبابة السليمة فالزبابة السليمة يدخلها الجيماتوسايت وتحول فيها إلى سبوروزايت وتبدأ تلد زبابة تلد زبوروزايت لشخص ثاني لكي تلدغط الدورة من جديد أول خطوة المسكيتو الزبابة المصابة في الملائة تبدأ تضخ طور اسمه سبوروزايت في البشر وتصيب البشر هذا سبوروزايت يلدغ مع الدم لحد يصل إلى خلايا الكبد في خلايا الكبد ينضج فيها وتحول إلى طور اسمه تيشو تيشو شزونوت أو الطور الخارج الدم يبدأ تيشو شزونوت ده يلمو في الكبد ويبدأ الكبد يخرجه مرة أخرى للدم ولكن على هذه الطور اسمه الميروزايت هذا الميروزايت يهاجم خلايا الدم الحامرة ويفجرها ويعمل أنيميا عند الشخص واخد بالك المشكلة كلها تبقى في طور الدم الإصابة الدموية أو إصابة خلايا الدم هي التي تجعل المرض يظهر على الناس المالاريا يتكرر الخطوات كثيرا وتسيبك خلايا دم حامرة كثيرا تتكرر لكن في بعض خلايا الدم حامرة الميروزايت فيها تحول إلى الطور الجنسي وهو الجيماتوسايت والطور الجنسي والطور الجنسي تبدأ بزبابة ثانية تلدغ الشخص فتأخذ منه هذا الطور ويتحول دخل الزبابة إلى ثبوروزايت لكي تؤدي ثبوروزايت لشخص ثاني هذا هو دورة حياة المالاريا بلازموديام فلاسيبرام أو بزود من مالاريا انفكشن نحن قلنا عندنا كم نوع من بلازموديام أربع أنواع أو خمسة الناس عنده اللي هم بلازموديام فلاسيبرام اللي هم بلازموديام مالاريا Him المالاريا تمر إلى مرة واحدة ساعدة المالاريا تعطي عن مجرد الكبد مرة واحدة لشيبه المالاريا لتجرد الإرسروساكل لهذا لا تنتهي أطور من أطور المالاريا وكفي الكبد سوف يحفظ ثاني ثم تحفظ ثما بيأمر ويضع الدم ويضع الكبد الأخرى لا يوجد في الكبد شيء آخر نعم؟ يعني يعني تتوقف لا يوجد مشاكل في الكبد في فترة أقل من أربع أسابيع الكبد يبقى خالي خالص من المالاريا لذلك لو سأعالج شخص في هذه الحالة يعني شخص مصاب بالبلازموديا فلاسيبرام أو بلازموديا مالاريا سأعالج له الطور الدم أو الكبد؟ سأعالج له طور الدم سأعالج له لكيور لكيور سأعالج له طور الدم أو طور الكبد؟ قال لك سيختفي من الكبد بعد أربع أسابيع المشكلة كلها سيبقى في الدم فأنا عالج له طور الدم على العكس البلازموديا في فاكس والبلازموديا أوفالي لا يأخذ الكبد ويمشون النوعين دولي لا يأخذ الكبد ويمشون ولكنهم يأخذوا يأخذوا الدم ويتركوا جزء منهم خامل في الكبد أو يسمونها الهبنوزويت الطور الخامل في الكبد والطور الخامل ومشكلته أيضا أنه هو أغلب الأدوان تنجح في علاجه أو تنجح في التخلص منه ولذلك الملاريا تبقى خاملة في الكبد وبعد فترة تصيب الشخص مرة أخرى مفرعة يعني المرض لا ينتهي للذلك الطور الذي في الدم والطور الذي في الكبد لأن الطور الذي في الكبد لا يختفي وسوف يفضل في الكبد وقد سيحدث بعد فترة والطور اللي في الدم الخطير كما نعرفين فحنا عشان نعالج شخص ازاي ده لازم نعمله إرديكيشن لبص لكل من الإيريسروسايتك أند الهيباتيك برازايت عشان نعمل كيور لأ الحالة دي علاج كامل الحالة دي لازم نعالج مين؟ لازم طور الدم وطور الكبت طيب الدراجي كلاسفيكيشن تأسيمة الأدوية اللي بتعالج الميلاريا شيء أدوية بتعالج التشو شيزونوت ودي أدوية إليمينية الليفارفور وفي أدوية بتعالج البلد شيزونوت ودي أدوية بشغالة على طور الدم بتاع البرازايت وفي أدوية جيماتوسايت دي شغالة على السكشواليستيج على المرحلة الجنسية وبالتالي طالما شغال على المرحلة الجنسية وبتموتها يبقى أكيد بمنع انتقال الميلاريا لزبابة أخرى زي ما نأخذنا فيه دورة الحياة بتاعت الميلاريا لايف سيكل بتاعته بقول لك نو سينجل رجزة أفليبل نو سينجل أفليبل ايجنت ما في إقلاء دواء واحد فكار قف 100% ي hug you to create كل البرازايت عندنا جدول في أدوية المالاريا كلها وكل دواء مكتوب لكلص بتاعته في العضوية يعني واستخدام الدواء ده إيه الجدول مش مهم لأن الجدول أصلا المقصوص لنهو مش مهم يعني مش مهم يعني أصلا كده كده هناخده وإحنا بنتكلم تحت على الأدوية لأن احنا هناخد كل الأدوية دلوقتي الكيموبروفيلاكسيز إزاي تعمل وقاية لشخص عشان ما يصابش بالمالاريا قال لك أفويد الموسكيتو بايتس خلي الشخص ده يتجنب لدغاية البعوض الكلوروكين في دواء اسمه الكلوروكين حنتكلم عليه دلوقتي هو الدواء اللي بيستخدم فورلكيموبروفيلاكسيز يستخدم في الوقاية عادة للناس اللي بيروحوا في الأماكن البرازات فيها بيكون سينيستف أو المالاريا بتكون فيها حساسة من الكلوروكين في أدوية تانية زي المفلوكين والمالرون والدوكسيسايكيلين دوكسيسايكيلين طبعا دوكسيسايكيلين ده أنتيبيوتك عادة بيستخدمه في بعض المناطق الأخرى بعض المناطق الأخرى اللي منتشر فيها المالاريا ممكن نستخدم الأدوية دي للوقاية الدوكسيسايكيلين على وجه التحديد بيستخدم لعلاج حالة الفلاسيبرام احنا قلنا اخد بالك أشهر طور بيوصيب الأشخاص ويعمل فيهم مشاكل هو البلازموديا من الفلاسيبرام لذلك دائما نحن نبقى مركزين إن نحن نعالج النوع ده بالذات أشهر الأنواع اللي بتصيب من المالاريا حنا قلنا بخمس أنواع لكن أشهر نوع فيهم الميجور يعني هو البلازموديا من الفلاسيبرام لذلك التوكسيسايكيلين بيستخدم لعلاج حالة المالتي دراج ريسيستانت الفلاسيبرام مالاريا الفلاسيبرام مالاريا المقاوم للأدوية خصوصا في الأماكن البوردر إيريا أو في مالاريا الأماكن المالاريا منتشرة فيها بشكل واسع أشهر